موسيقى السلام عليكم ورحمة الله بيان سياسي هام صادر عن الحكومة اليمنية بشأن مستجدات انقلاب المجلس الانتقالي اقدم ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي باعلان ما اسماه الادارة الذاتية للجنوب على نسف كافة اليهود المبذولة منذ اشهر لتطبيق اتفاق الرياض ومعالجة تداعيات التمرد المسلح مطلع اغسطس اب الماضي ان هذا الاعلان يعتبر تمردا واضحا على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا لتمرد المسلح على الدولة في شهر اغسطس 2019 وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم اي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الازمات وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها لقد تعاملت الحكومة اليمنية بمسؤولية كاملة مع تداعيات انقلابا غسطس واستجابت لجهود الاشقاء في احتواء التداعيات وصولا الى اتفاق الرياض الذي حرصت الحكومة بكل مسؤولية على تنفيذ بنوده وقامت بما هو عليها من واجبات بالرغم من التعنت الواضح في عرقلتها ومنعها من اداء مهامها من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي ونفذت كل ما عليها في الجانب العسكري والامني وفقا للمصفوفة التي تم التوافق عليها في كل خطواتها برعاية كريمة من الاشقاء في المملكة والتي تمرد عليها الانتقالي بمنع قوات الحكومة من تنفيذ الاتفاق مستخدمين القوة العسكرية بالاضافة الى الحملات الاعلامية التي تحرض ضد الدولة وضد الاشقاء وضد اتفاق الرياض اننا نحمل المجلس الانتقالي وقيادته الموجودة في ابو ظبي المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض وصولا للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانه مصطادر يوم امس السبت الخامس والعشرين من ابريل الفين وعشرين والمديل باسم المدعو عيدروس الزبيدي ونحن اذ نحمل المجلس الانتقالي تابعات هذا الاعلان الذي يأتي في الوقت الذي يسطر فيه ابناء جيشنا الوطني ملاحمة بطولية في كافة الجبهات لمواجهة الانقلاب الحوثي ليشكل دعما واضحا للبليشيات الحوثية في حربها ضد الشعب اليمني فاننا نؤكد على قدرة ابطال وقيادة جيشنا الوطني الباسل فالدفاع عن وحدة وسلامة وسيادة التراب الوطني وحمايته من اي مخططات تستهدف النيل منه وتمزيقه تحت عنوين وذراء عواهية نجدد دعوتنا الى الاشقاء في تحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة اراضي الجمهورية اليمنية ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من اي مخططات او مشاريعها الدامة كما ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي لادانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية لتنفيذ قرارات مجلس الامن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة الاراضي الجمهورية اليمنية اذ تحيي حالة الاجماع الوطني من كافة المحافظات وعلى وجه الخصوص السلطات المحلية في المحافظات الجنوبية ومن كل الاحزاب والمكونات السياسية وكافة ابناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والذين اكدوا رفضهم لهذه الخطوات الطائشة فان الحكومة تؤكد انها ستظل وفية مع ابنائها وستعمل بكل جهدها للاستمرار في تقديم الخدمات والحفاظ على امن وسلامة المواطنين ومواجهة التمرد لان هذه الميليشيات لا تمثل الا نفسها ولا تمثل ابناء الجنوب الذين يجسدون الوحدة الوطنية بمواقفهم الشجاعة والمشهودة اننا ندعو ابناء الشعبنا اليمني فوق كل ارض وتحت كل سماء الى رص الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية لاسقاط اي محاولات للمساس بوحدة الوطن ورفض ما صدر عن المجلس الانتقالي والوقوف مع الدولة في مواجهة كافة اشكال التمرد والانقلاب واستشعار المخاطر المحدقة باليمن ارضا وانسانا من قبل المد الايراني واذرعه المختلفة وحجد الطاقات لمواجهة ذلك وعدم الانجرار وراء الاعمال الطائشة الغير مسؤولة صدر عن الحكومة اليمنية يوم الاحد السادس والعشرين من ابريل الفين وعشرين اشتركوا في القناة